السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بالبنات والف مرحبا باغلى متتبعات يوم جديد وفيديو جديد اليوم هنشارك معكم هاد الروتين لي هو مسائي و اي حاجة درتها هنشاركها معكم اكيد عرفتوا البنات راكين واحد الموت ديال البرد وهاد البرد مايليق ليه غير شي كوكوت ديال الحريرة ولا البصارة واليوم هنشارك معاكم الحريرة اللي قررت نديرها هاد العشية وكيف ما كتعرفوا غدي ندير قوتي وعشة في نفس الوقت داك الشي علاش غدي نبدأ الروتين ديالي مع الخمسة ديال العشية باش مع السبعة ان شاء الله يكون كل شي يواجد ونكون ساليت هنشارك معاكم الحريرة المغربية اللي صراحة كتجي زوينا وكنضيف لها واحد المكون اللي كي خليها ما شاء الله تشمي ريحتها من بعيد وكذلك سنرافقها بوشيار اللي كي يجي غزال والصورة ها هي خير ودليل نتمنى هاد الروتين المسائي يعجبكم وينال الريضة ديالكم ويلا يعجبكم ما تنسوني شاء البنات الغزالات من اللايك والبرتاج باش تعمل الفائدة على الجميع وخال البنات كي اللي بارد وكي هنشتا منعجزوش على الكوزينة اللي بسوح ويجاتنا ونوضو نقضي وشغالنا وبروح رياضية وهنا البنات اول حاجة غدي نبدا بيها هي الحجينة هتشوفوا معايا الطريقة ديال البوشيار اللي ساهلة وكيف ما كتعرفوا بوشيار معروفين به الناس الشوية الناس الجود والكرم اللي إلا مشيتي عندهم ضروري ما ينضو يديروا لك بوشيار هنا غدي نعطيكم لقياس قياس صغير باش البنات اللي ما عمرهم يعني داروا بوشيار يزعموا لي وينضو يجربوه عندي هنا في القصرية قرد زلافة ديالفورس وقد هانيد زلافة ديالفينو اللي هو الساميد الناعيم بالنسبة لأخوات الجزائريات ديروا قد قد ديروا زلافة زلافة درت رشيشة ديال الملحة ومع القاد ديال العسل اللي ممكن تعودوها بالمع القصر مع القصر صغيرة ديالسانيدة غنضيف هنا ايا الخميرة غير زعموا الخميرة البنات لحقاش الحال بارد زعموا الخميرة وغدي نجمع كل شي بالماء دافي اللي غنوصيكم عليها البنات هو العجين خاصكم انكم تخليوها قاصح ما تجريوش العجين من الاول لان بوشيار سر النجاح ديالو شنا هو هو الدليك الى عجنتوه في الاول يعني مرخوف وجراليكم ما غاديش ياخد حقه في العجين وغادي يغلبكم بقديمة جاري وغادي يغلبكم وما غايت تدليكش مزيان لهذا خليو العجين هكدا كيف ما كتشوفو غادي نخليها في الاول قاصحة وغادي نبقى نضيف شوية بشوية الماء حتى غادي تترخف معنا ان شاء الله هنا اختكم كيف العادة ما كتعرفش تحجن في القصرية كتحس براسة من حاسرة نزلت العجين على البوطاجي وهنا اضفت شوية ديال الماء وغادي نعطيه دليكم مزيانة البنات وغادي نضيف الماء شوية ونعجن نضيف الماء شوية ونعجن هنا راه عجنتو البنات راشي ربع ساعة وانا كنعجن فيه وكل مره كيف ما كتليكم كنضيف ليه شوية ديال الماء حتى هو غادي يوليتي تلصق ليه في يدي هذا هو وسر النجاح دياله هنا بعد ما ترخفت لي العجينة كنبقى نقبطها وكنخبطها هكدا كيف ما كتشوفو بهالطريقة راه كل شي واضح في الفيديو باش العجين كيجي حتى بوشيار كيجي عندنا مهوي وكل فقاعات غادي تشوفوه معايا ان شاء الله كنبقى نخبطها بحال هكدا حتى كتولي كتلصق ليه في يدي بحال هات الشكل هانتوما باش العجين كتجي مهوية راه على العجين عجينة بوشيار البنات بحالها بحال السفنج تماما ماشي بحال المخمار المخمار حتى هو كيكون مرخوف ولكن بوشيار كيكون مرخوف اكتر منه غير هو كيبغي شوية ديال الخاطر ودليك حتى كيجي كيتلصق بحال هات الشكل هاتو مب ولا كيتلصق ليه في يديه صافي هنا بعد 15 دقيقة وانا كان عجين فيه غادي نلمو وغا نرجع القسرية وغادي نغطيه ضروري غادي نغطيه بشي بلاستيكا لان الحال ده بارد باش ما يديرش ليكم الجلفة من الفوق هذيك القشرة وغطيوه وديرو لي حتى شي من ديل انه سخون كيف ما قلت لكم مره الحال بارد بحال هات الشكل وغادي نخليه على الجنب باش ندوزه نخليه خمره يتم نمشيه وندوزه الحريرة وهنا البنات الغزالات قولوا لي بعد ان بروك عليك واخيرا شريط الهاشوار على سلامتي رحمة ديالصدر بي البنات كتنفع كتنفع بزاف وكتختصر عليك المجهود والوقت اني يعني جربتها فاليومي اللي شريتها يعني الرحمة ديالصدر بي هنيا خديت بصلاة متوسطة قسمتها على ججرميتها فالهاشوار وقبضت هنيا اربعة ديالماطيشات زولت ليوم غي هذيك النباتة ونقصت منهم شوية زريعة وكن قطعهم بالقشور ديالهم ما تخافوش من القشور لان الهاشوار كتطحنها مزيان وما كيبقاوش يبانو هذيك القشور صافي كيف ما كتشوفو قطعتها هنيا كنت قبل كنت قبل كنت قطر اني نصفيها من جلود ديالها ومن جلفة دابا اه يعني تهنيت من هذيك المسألة غير كان قرد وكان حق صافي هنيا هاي طحنتها كما قلت لي كنت طحنها مزيان انا كنصح البنات اللي ما عندهاش غير تزعم البنات وتشيريها اراها زوينة بزيف بزيف صافي غادي نطحن هذيك البصلة وماطيشة وغادي نديرهم في الكوكوت ومن بعد غادي نقطع كذلك القزبور مع الدنوس وغادي نقطعها ككتريفة كبار وغادي نطحنه حتى هو وغادي نضيفه في الكوكوت هوا هذا رغي القزبور مع الدنوس باقي ما 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 مشي معهم الكرافس لان عندي الكرافس في المجمد عاد غادي نضيفه من بعد بانسبا له يتسوي لي ما ارتيش الكرافس هنا رغا قرر قزبور مع الدنوس وعاد من بعد عندي الكرافس مقرر اصلا في المجمد غادي نضيف شوية وحتى الكذبور مع الدنوس هالبنت تتحنوا بواحد الشكل رهيب زعما من حدث اتشمارا بعد اليوم انا نضيفت الكوكوت وصدخوني هاد الحريرة ديال الزرباء ولكن كاتجي هائلة هنا غادي نضيف الحمص اللي مرطب وواحد الحفينا صغي ورا ديال العدس وواحد نصيحة البنات العدس دائما نرطبوه في المقبل باش ملي طيب ميرميش هديك الجلفة ديالو ويبقى صحيح هنا غادي نضيف التوابل عندي هنا البزار وما تزعموش البزارة البنات الحريرة كيبان فيها الحار عندي كمية ديال الملح وكذلك غادي نضيف الخرقوم البلدي عرق وغادي نضيف سكين جبير انا انا كنقوي فيها شوية سكين جبير خصوصا فوق البرد لانك تعرفوا سكين جبير زوين فوق البرد وهنا غادي نضيف الفلفل احمر اللي هي التحميره ضروري وغاندير شوية ديال الزيت ما نقويش الزيت لان الحريرة ما كتبغيش هالبنات الزيت بزاف وضروري من هديك نسمع القديل السمن انا درتغي نسمع القصغيرة لان عندي سمن حار بزاف وهناي المكوين السري اللي كنت قلت لكم هو القرفة اهل بنات جربوها بالقرفة اردو علي الخبار كتجيب واحد الماضاق الرائع واحد البنت كنت قلت يستحيل انك تديري القرفة في الحريرة اه ديري القرفة في الحريرة اردو علي الخبار كتجي زوينا هنا رضيتها البوطة انني غادي نشحرها حتى تشحر ذاك شي وغادي نمرقها مرقتها يعني درت للقياس ديال الماء وسديت عليه وخليتها تطيب هنا جيت للعجينة شتوت بارك الله انها ها هي خمرات ادهنت بلاطو اللي غادي نحط فيه بشوية ديال الزيت وهناي غادي ندهن يدية كذلك بشوية ديال الزيت شوفوا العجين انها كيم مرخوفة بزاف ها هي راه يعني خدت حقها انها ارتاحت غادي نبدأ ان شاء الله بعد ما دهنت يدي بالزيت غادي نشكلها كورات اللي شكلتها غادي نحطها في البلاطو شوفوا البنات سبارك الله العجين كي خفيفة وديرا فقاعات شوفوا البنات الفقاعات هذا دليل على انها معجونة مزيان 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 لان قلت لكم السر ديال الناجح بشيار هو الدليك الى ما دلكتوش كونوا اكيدين انه ما غاديش ينجح معكم شوفوا الفقاعات اي عجين بصفة عامة يعني ماشي بشرط بشيار اي عجين شتوفية سواء الله عمل ميكون غايل خبز شوفتو ان فيه فقاعات عارفو هاداك العجين راه مدلوك مزيان واخد حقه في الدليك سوف نشكل الكورات ها هما و اه كنوريكم نبالات البنات ها هما تبارك الله وغادي نحطهم في البلاطو وغادي ندوز مباشرة غادي نبدأ نقرس ما غايت يحتاجوا يخمروا الاولو لانه مرتاحوا في الاول دهن سطح العمل بالزيت وغادي نقرس الفراح راهدرت فوق البوطاك يسخن غادي نقرس وواحد نصيحة كذلك اه ما تقرسوش بالكف دي اللي يديكم البنات شوفوا لاحظوا انني انا كنقرس غبص بعيد دي كدفع العجين غيب صباع يعني هادي معلومة يعني كين انشي دي طاي خص ضروري الواحد يقولون بالنسبة لبنات المبتدئات ما تبارك الله المتمكنات راهو ما عارفين هادشي يعني دفعوا العجين بصباع يديكم شوفوا الفقاعات شوفوا صافيو كما قد لكم فرح راه تاي سخن غادي نهزها وغادي نديها نحطها فوق الفرح راه واحد الملاحظة بنسبة لبنات المبتدئات غادي يقدر يغلبهم البوشيار لان العجين خفيف بزاف يقدر اما يجيو يهزو الفرح تي تعوج معهم كين واحد طريقة كتقبطي الورقة ديال الزبدة وكتقرسي فوق منها هكا وكتهزيها بهذيك الورقة وكتكفيها على الفرح بهكا كتجيك سهلة شوفوا هنا البنات من اللي يبدأ يدير النبالات بحال هكا ها هو غادي ترشوه من الفوق بوحد شي شوي ديال الزيت وتقلبوه وبنسبة لبوشيار مشي بحال المسمن بسمن غير كي يتشمع خصك مباشرة تقلبي على الجهات بجوج بوشيار لا كيف ما كتحطيه كتخليه حتك تشوفي هادوك النبالات اللي وريتك عاد غادي تقلبي يعني حتك تخليه ياخد حقوق انه طيب من جيهة وحيدة وتشوفي كي ما قلت لي كدير هادوك الفقاعات اللي ها هما غتشوفوهم في الغيفة الثانية شوفو عاد كترشوهم الفوق بشوية ديال زويته غير شي شخفيفة وكتقلبوه راه دغياض غيال بناتكي طيب هو ما كيتعطلش بزا فقاع انا رساليت بوشيار يعني كملت كمية كاملة والحريرة كانت باقة كدور راه تبارك الله كي يجير طب حلمس كوزوين سافيت ما كملت انا الكيمية ديال بوشيار يعني طيبتها بنفس طريقة ورجعت لهنا الحريرة حليت عليها لقيت الحمص و العدس طابو هنا غادي ندورها كناخده معلقة ديال ماطيش ديال الحك وكنتلقها بشوية ديال الماء وكنضيف منها شوية من هادوك البلول ديال الحريرة وكنديرها انا ما كنديرش ماطيش ديال الحك من الاول تاكت طيب العطرية والحماص ودك شي عاد كنحل عليها وكنضيفها صافي بديت كنحرك رايتها مغلات شوية وكنناخده جمعالق ديال القحين مع كاس كبير ديال الماء وكنديرهم فاد القرعة وكنناخدهم زيان البنات باش ميكونش فيهم تاكتولات وكندور الحريرة انا وولدتي من محبي الحريرة تبقى خفيفة ما كانبغيوهاش تقيلة كانخليوها خفيفة وما يخفاكمش انها قدمة كتزيد طيب وهي قدمة كتزيد تختار وكتزيد تعقاد وخلاص الى باتة اللغدة حيث انا كوكوت ما كانشربهاش فليلة كانقصمها على جوج كنشربو فيها يومين لغدة كنزيدو القوها يعني اختارت كتر لهذا نصيح البنات المبتدئات ما تقلوهاش من الاول صافي هنا من بعد ما يعني رميت الطحين حركت شوية غادي ندير واحد الحفينة ديال الشعرية صافي وغادي نخطع ليها وغا نخليها الطيب طياب الحريرة هنا من طياب الشعرية بني تلقي الشعرية ديالك طابت يعني ما بقادش خضراء صافي عرفي الحريرة ديالك راها طابت شو تبارك الله وباقي كما قلت لكم غادي تزيد تختار وستديت عليها وخليتها على نار مهي للطيب هنا البنات نكون ساليت و الفيديو ديالنا يعني سالة هالحريرة ديالنا تبارك الله كيف حجيت رفقتها هكذا بشوية ديال التمر وها بوشيار ديالنا يا سلام بزبيدة بلدية البنات هذيك راها زبدة بلدية ورشيتو هكا بالعسيلة حتى ذيك العسيلة درت فيها شوية ديال زبدة بلدية دوبتها معاه وغادي نسقي بحال هكذا ومنقوش لكم يا البنات كيف هجا شوفوا غير جناب ديال البوشيار هذوك النبيبيلات من شوفوا بوشيار نبل عندكم يعني دار هذوك الفقاعات عرفوه بأنه ناجح مئة في المئة صافي سقيتو هكا بالعسيلة وكان هده هو عشانة يعني درت ليهم جوتي وعشاء اللهم يا رب أديمها نعمة وحفظها من الزوال كانت مننا يا ربي يكون هذو الروتين اللي شاركت معكم خفيف ضريف وعجبكم وما تنسوا نيشال بنات الغزالات باللايك والبرتاج وفي مواقع تواصل اجتماعي كان شكركم بزف بزف علي حسن المشاهدة وإلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في أمان الرحمن إلى اللقاء مع ألف ألف سلامة